السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهدي من قناة اسمحوا لي أننا أتخلى عن دوري كأعلامي في مقدمة الحلقة وأعلن وأعرب عن سعاتي بشكل غير عادي عن التطورات التي تقودها دولة إيران في قلب المنطقة العربية والتطورات الحادثة على مستوى المنطقة العربية والتطورات التي تؤكد بملادع مجالا للشك أن العرب بشكل قوي قادمون بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي بس دي أنا سعيد باللي أنا قلت ده في مقدمة الحلقة دي بس جملة اعتراضية كده في المقدمة وتعالوا بقى حضراتكم هتشوفوا أنا سعيد جدا لي فكرين حضراتكم لما أنا قلت بالحرف الواحد أوعوا تتخيلوا أن عقارب الزمن سوف تعود إلى الوراء وأن سنوات سابقة من التداخلات الدولية في قلب المنطقة واللي حصل ما بين إيران وبعض دول المنطقة وأن كان هناك الكثير من الاحتكاكات والتحرشاتنا بين دول المنطقة في عقود سابقة قلت لحضراتكم أو تتخيلوا أن الكلام ده هيرجع مرة تانية لأن في عودة الدولة الإيرانية للمنطقة العربية والعالم الإسلامي قوة للعالم الإسلامي إضافة لرصيد الدول العربية بدلا من أن تعلن حربك ضد دولة زي إيران هيكون ذكاء منك أنك أنت تجيب إيران في نفس الصف اللي أنت واقف فيه وتروح أنت كمان في نفس الصف اللي واقف فيه إيران لأن العدو مشترك عدو عدوي صديقي طيب ما بالك دي دولة إسلامية سبوكم من أنصار الفتنة الطائفية الصدول شيعة الصدول سنة الصدول مش عارف مين الصدول كذا معلش حتى لو كانوا على دين غير الدين بتاعنا طالما أن المصلحة مشتركة على الرحب والسع إذا كنا نحن تلاقينا في نقطة واحدة مع دولة زي الصين ومع روسيا ليه؟ لأن المصلحة مشتركة ما بالك بإيران هتقول لي لا الشيعة يا جماعة هيصدروا لكم الصورة الشيعية يا ختليهي صورة هي وبدنجان هي إذا كان إيران وروسيا اتفقا إذا كان إيران والصين اتفقا أنت متنيل بستين ألف نيل أو ضعيف وإيران أقوى منك وعمل بتتبغدد من مصلحتك أنك تتلاقي مع كل الشركاء القريبين منك ما بالك دي دولة مسلمة قلنا وأكدنا مرارا وتكرارا أو تتخيلوا أن الدولة الإيرانية هتوجه السلاح النووي بتاعها اللي بتجهز فيه دلوقتي هتوجه ناحية الدول العربية ليه؟ المصلحة مشتركة أنا يهمني التلاقي مع الدول العربية طالما أننا تلاقينا خلاص ما فيش احتكاكات في النص القوى الغربية كانت بتعزف على وطن الخلافات الحادثة ما بين إيران وما بين دول العالم الإسلامي في قلب منطقة الشرق الأوسط أنت نجحت فإن كنت تتقرب منها وهي تقرب منك شكرا اتهبلوا في الجانب الآخر من العالم ليه؟ عشان اللي أنا هقول لحضراتكم عليه ده قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أطلق تصريحات كشف فيها السطار عن تطورات خطيرة جدا استمتعوا حضراتكم بالمعلومات دية زي ما أنا على المستوى الخاص استمتعت بيها أعلن عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة وأعلن أنه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة العربية بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وقال اليوم وصل الدول المنطقة إلى نقطة تقول أنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة فيجب أن يتم ذلك من خلال التعاون المشترك من هذا المنطلق هناك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليميا ودوليا فقال إن التحالفات بين إيران وروسيا والصين يتم تطورها حاليا وأفاد بأن المنطقة ستخلو قريبا من أي قوة غير مبرر تواجدها أي قوة أمريكية أي قوة غربية طالما أن ملهاش عازة في قلب المنطقة العربية هتخرج ليه حضرتك؟ لأن أصبح هناك تلاقي إيراني عربي إسلامي على أفضل وأخطر ما يكون لما فيه صالح كل هذه الأطراف ويجي لك بعض الحمقة ويقول لك إذا أنت بتفع عن إيراني أنت هو أنت شيعي؟ هو أنت بزنجاني؟ هو أنت مش عارف مين في إيه؟ إيه ده؟ إيه اللي انتهامات المعلبة دي؟ أنتوا ليه بتعملوا إرهاب أساسا؟ يعني كون النسياتك موجه سلفا؟ دي مش أضيطنا يا ماجوسي يا مش عارف طائفي يا صفتك يا ابن أنت وهو هو ده اللي بيحصل هو ده اللي إحنا قلناه هو ده اللي إحنا كشفنا السطارة عنه وها هي الأيام تؤكد أن نحن صح وقال أن المنطقة ستخلق قريبا من أي قوة غير مبرر تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها وقال أن هناك الكثير من دول المنطقة التي طلبت الاشتراك في العمل الإقليمي المشترك مع إيران مثل عمان، سعودية، إمارات، قطر، بحرين، العراق، باكستان، الهند، الروعة دي، الحلاوة دي شيء طيب وشيء رائع جدا سوف ينعكس على كل دول المنطقة كلها بلا استثناء وأوضح أن كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف بجانب إيران لتحقيق الأمن بالمنطقة يعني مش المنطقة العربية فقط لغير يعني أنت أصبحت بتقود التحالفات الدولية الكبرى بعد ما كان سيادتك مفعولا به تعالوا بقى حضراتكم شوفوا الإمارات مؤخرا الإمارات انسحبت من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة اللي بتقودها الولايات المتحدة الأمريكية في قلب منطقة الشرق الأوسط القرار يكشف عن حجم الخلافات اللي حدست ما بين أمريكا ودول الخليج بدأت دول الخليج ودول المنطقة تبلور تحالفات إقليمية تخصها يعني هي اللي تقود التحالفات يا سادة والفعل والبداية كاثمينين التعاون العربي الإيراني المشترك شفتم اللي احنا تكلمنا عنه في شهور سابقة شفتوا حضراتكم قد إيه كن نحن بنكشف الصطار عن حقيقة ما يجرى في قلب الدولة الإيرانية وإزاي القوى الغربية حاولت أن هي تعمل مظاهرات في قلب دولة إيران إلا أن النظام الإيراني نجح في التصدي لها وفضح القوى الغربية ودور القوى الغربية في محاولة إشعال الوضع جوه إيران عشان كده فجينا بأن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أعلن وقال إيه في تصريحاته بالأمس إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاق قنبلة نووية وقال كمان لدي رسالة واضحة بالنسبة لإيران والمجتمع الدولي إسرائيل هتفعل كل ما تحتاج له لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي طبعا حضراتكم عارفين أن إيران قبق سينة أو أدنى من تصنيع قنبلة نووية إلى درجة أن هناك تقارير دولية كنا نشرناها منذ ساعات قليلة قالت بالحرف الواحد إيران وصلت إلى قوة مؤداها أن هي قادرة على تصنيع أربع قنابل نووية خلال أسبوعين فقط لا غير عشان كده اتهابلوا التطورات التي حدثت ما بين إيران وما بين روسيا هبلت القوى الغربية المصيرات الإيرانية حسمت الكثير من الجوالات في قلب أزمة روسيا وأوكرانيا المصيرات الإيرانية حسمت الكثير من القوى العسكرية في الكثير من دول العالم إلى درجة أن الدول الغربية قالوا يا إيران لو أن كنت صدرت أي مصيرات لفلادمير بوتين رئيس روسيا هنعمل كتوة 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 هنفرض العقوبات كان الرد الإيراني تز النتيجة تم الاتفاق ما بين روسيا وإيران على إنشاء مصنع لإمتاج وتصنيع المصيرات الإيرانية في قلب العاصمة الروسية موسكو عرفتوا حضراتكم أن نحن بالفعل بنحتفي بالقوى الإيرانية لأن نحن عارفين كويس أوي هذه المرحلة مرحلة الفعل المشترك عادش في حاجة اسمها إيران حتدخل إيران حتحتك إيران حتقتحم لا ده زمن مختلف ومن ثم الزمن الحالي هو الفعل المشترك زي ما قالت القيادات الإيرانية شيء رائع طبعا وشيء طيب للغاية ذلك الذي يحدث في المنطقة العربية لأنه كله بيصب في النهاية لصالح شعوب المنطقة يضم أربع دول خليجية قائد القوات البحرية الإيرانية يكشف عن تحالف بحر جديد بين طهران ودول المنطقة نتنياهو سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية الإمارات توجه ضربة قوية لأمريكا في البحر هل تتبحى دول الخليج؟ طبعا التطورات رائعة للغاية كلها بتؤشر أن المستقبل إن شاء الله للعالم الإسلامي أراكم على خير موسيقى 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 موسيقى